السلام عليكم بالنسبة للبث هذا هو الجزء سيكون هذا تثبيت برنامج زوم على أجهزة الآيفون أو الآيباد أولا نذهب إلى App Store وبعد ذلك سنضح على برنامج اسمه Zoom Cloud Meetings فنكتب بالبحث Zoom Cloud طبعا برنامج معروف الناس الذين يجبون اجتماعات وغيرهم نمر فعدنا أول شيء Zoom Cloud Meetings ننزل هذا البرنامج وبعدها نفتح Open بعدها راح نسوي حساب داخل البرنامج هذا فعدنا خيار Sign Up تنشيل راح يقول لي الإيميل فانت لازم تكون مجهز إيميل سابقا اللي سويته عنه سويت إيميلات لكل التلاميذ وبعدها سجلت لهم ونطيتهم حساب جاهز فتكتب الإيميل أول شيء بعدين الاسم الأول وبعدين الاسم الأخير بعد أختار I agree وبعدها تبدأ على Sign Up طبعا يقول أكدنا أن هذا الإيميل هل قد هل قد أوكي نقوله تمام بس نختاره أوكي بعدها راح يصالنا رسالة على الإيميل عدنا بالحاسوب أو بالموبايل على حسب الإيميل اللي أنت نسويه وبعدها تكمل الإعدادات البقية بعد ما وصلتنا الرسالة على الإيميل نفتح الرسالة وبعدها نختار Activate Account راح افتح لنا صفحة ثانية وهذه صفحة ثانية راح يطلب مننا الباسورد فاحنا نكتب أي باسورد مثلا غير نكتب من 1 إلى 9 وبعدها أول حرفين من اسم الشخص أول شيء Capital ثانية راح نجعل نعيد نفس الباسورد من جديد ثانية راح نختار Continue طبعا يقولي اللي أحفظ أقوله أوكي أحفظه هذه الخيارات راح نجي منها راح نختار Skip This Step وبعدها انتهى راح نفتح برنامج Zoom بعدها اختار Sign In وبعدها راح أفدي أكتب الإيميل وبعدها هكتب إيميل ثاني استخدمته نهمه هذا الإيميل وبعدها هكتب الباسورد اللي عندي اياه وبعدها اختار Sign In بعدها طبعا راح يقولي أحفظ الباسورد أوكي أستخدمي حاليا البرنامج جاهز عندي أنا مجرد أنه أستقبل دعوة من جهاز آخر حتى نمتي بالبث فهذه الأمور راح نشرحها في فيديوهات أخرى إن شاء الله السلام عليكم نجد لي الناس اللي عندها أجهزة هواوي سامسونج وغيرها من الأجهزة اللي تعمل بنظام أندرويد راح تروحون على متجر فلي وبعدها بالبحث نكتب أيضا Zoom Cloud Meetings بعدها راح يطلع دنا البرنامج بالأعلى لازم نتأكد من اسم البرنامج لأنه يوجد برامج كثيرة ما تبعني هزوم بأول واحد نقدر تثبيت وبعدها راح يبدأ ينزل لدنا البرنامج طبعا نتطر إلى أن نكمل وبعدها نسوي تسجيل الدخول حاليا جاري التثبيت طبعا هناك طريقتين هذه الطريقة الأولى وهذا سأقول طريقة الثانية أختار فتح بعدها لدينا sign up نختار أوكي بعدها الإيميل أنا راح أكتب إيميلي بعدها راح أكتب الاسم الأول بعدها الاسم الأخير بعدها آي أكري نختار نيكست بعدها يقول لي تم إرسال رسالة على الإيميل طبعا عندي الموبايل اليمي الموبايل الثاني فوصلتني رسالة أوكي أنا راح أبدأ أسجل الفيديو الثاني وإش لو ممكن نفعله بعدما وصلتني رسالة على الإيميل أختار activate account وبعد راح يوجهني على صفحة ثانية بهذه الصفحة راح أسجل أو أدخل password هذه رسالة يطلعتكم واختاروا يلغاء مو مشكلة نروح على password ونكتب رقم سري حيث راح أكتب رقم سري سهل لأنه باعتبار أنه هذا الإيميلات عن سبيها للطلاب ننزل على الثاني اختيار حيث من الواحد إلى التسعة نختار اختار اختار بعدين continue وبعدها هذه الاختيارات نحن ما نعلاقها فيها نختار skip أحفظ اوكي تذكر نختار skip وبعدها صارتنا تمام راح أروح على برنامج zoom من جديد نهذا zoom طبعا لو اطلعتكم هذه الرسالة يختارون sign in فرح أرجعنا هنا بعدها أكتب الإيميل المالتي المزوري gmail dot com بعدها password وبعدها sign in هذه المرحلة خلصت أنا راح أختار او بالجديد الجاي راح أشرح كيف ممكن ننضيف الطلاب عندنا على البرنامج وبعدها راح راح نزوي ترجيل او نزوي بث ونشوف شو الموضوع اوكي انا بعدما كمل لكل شي اريد ارسل الطلب اضافة على حسابي الاول حسابي الشخصي حسابي المعلم واني لازم كل ما اصوي حساب الواحد من التراميذ لازم ارسل لنفسي طلب اضافة وبعدها راح أصوي موافقة اوكي اللي نزوي احنا شنو هذا حساب الطالب انا راح اروح على كونتاكتز في المكان وبعدها اطلعنا هذه الرسالة انا راح ارجع بانك وبعدها بالاعلان عندي علامة اضغط عليها اضغط عليها ما روحتها وبعدها اضغط عليها اضغط عليها وبعدها يقول لي الايميل بعد اكتب الايميلي ايميل المعلوم فهذا هو الايميلي اللي استخدمته بالبرنامج فاكتب ايميلي وحاليا صار عندي مضاف فاكتب اسمي هنا تم الموافقة وبعدها بعد ما اضغط كل الطلاب راح مستطيع نسوي البث راح يكون عندنا بالفيديو هذا الجاية السلام عليكم حاليا بعد ما اضغط الترامي ذا عندنا راح نسوي بث راح اجرب اول شي كيف ممكن التلميذي يستقبل البث وكيف ممكن يموافق اول شي عندي جهازي الاول اللي هو بالاساس راح يكون جهاز البث فعلي لما افتح البرنامج طبعا هذا شرح راح يكون بالحاسبة احسن بس انا حاليا اشرح كيف ممكن التلميذ يستقبل البث خريني ابث من هنا وبالحاسبة ان شخص ما قد راح اشرح اوكي الآن راح اضيف التلميذ معين عن البث خريني ما نضح والله التلميذ اللي ضفته كان حسن حاليا انا ارسلت دعوة فراح يصنع على الموبايل الثاني الاشعار حاليا هذا البرنامج موجود على التلفون الثاني ممكن يكون شوية شبكة طعيفة اوكي وصل التنبيه فهذا التنبيه يقول accept وعندي decline فاختار accept طبعا بعد راح يطلع بهالشكل يقول صراحيات لازم تعطيها اقول got it وبعد انطي لسماح اوكي بعد راح يطلع الفيديو بهالشكل طبعا الفيديو ما التي فعن اش راح اصوي راح اختار join with video على موض الكل ونستطيع نشوف هم اختار join with video راح يطلع لي الصوت طبعا الصوت ممكن يطلع مكرر لانه تليفون واحد يمل اخ فايطان يطلع لي سماح سماح وبس سلام عليكم بالنسبة للبث عن طريق الحاسوب اول شي راح نروح لموقع zoom اللي هو zoom.us slash download راح تنزل برنامج zoom client for meetings تختار download وثبت عندك البرنامج بعد تنزل البرنامج راح تفتح وبعد راح ستبت تجيل دخول بعد راح نشوف الاعدادات راح نروح على zoom ونروح على preferences ممكن تلاقوها عن طريق edit ورح راح تروح على خيار video بعد راح تطلع الكاميرا به الشكل طبعا اول شي لازم نفعل enable HD وعند خيار mirror my video اللي هو حاليا عن يتحدث عن جهة اليسار من الكاميرا ويطلع عن جهة اليمين فاختار mirror حتى يكون لدينا بالشكل الصحيح وعند بقية الخيار تقدر تعوف بعد بالنسبة للأوديو هذي ممكن تختار المايكروفون اللي انت تحشي منه حاليا هذا المايكروفون اللي اسجل باني يعني هذا المايكروفون اصلا ما يربط بالحاسبة فاني راح اختار المايكروفون العادي اللي هو من الحاسبة اللي هو هذا speaker طبع المايكروفون يصب بها الهيتفون فممكن نختار الهيتفون اللي اريته يعني ممكن نختار الهيتفون اللي هو الهيتفون دي اوكي بعد ما نكمل كل شي نخرج من عنده بعد راح نبدأ البث او خلي قبل ما نبدأ البث لازم يكون عندك الكتاب مع النشاط موجودين بالحاسبة كمل فانت تنزل من الانترنت يعني ممكن ارفق لكم الرابط اللي رفعت على موقعي اللي فيه الكتاب والنشاط بعد راح تستخدم برنامج لقراءة ملفات pdf منها ادوبي اكروبات ريدر هذا ممكن تستخدمون فانت تجهز كل الامور اللي عندك مثلا برنامج اكروبات افتح الكتاب كتاب التلميذ أو الشي هالشكل بعد راح افتح كتاب النشاط اللي هو اكتيبيتي واحضر الصفحة مالتي مثلا اختار صفحة 71 كميثال هنا واقول وصلنا للسن 8 واكمل اوكي بعد ما جهزنا كل شي كملنا راح نروح على برنامج زوم راح اختار new meeting راح سبي اجتماع جديد وبعد راح انتظر شوية راح يقول لي تستخدم مايكروفون ما الحاسبة ولا ما تليفون اقول ما الحاسبة فأختار join with computer audio طبعا انتفقت مع مجموعة من تراميذ انه سعى 3 يكون عندما تجري بي فقلت لهم راح ازر لكم دعوة فاللي موجود منهم راح يكون موجود معنا فاختار manage حتى يطلع ولي الاسماء جهة اليمين وبعد راح ابدأ باضافة الدعوة فاختار invite وبعد طبعا طلاب موجود هنا فاختار اضافة لكل اللي موجود راح يوافق على الطلب واللي ما موجود ما راح يكون موجود حاليا هنا طبعا انتر تعفون انه اللي فتح البرنامج وما فتحه من طريق هذه العلامة الدائرة معنا انه هذا ما فتح البرنامج نهائيا او حاليا ما كان فتح فهذول ما موجودين هذول يروحون عند اصدقائهم وتابعون فهذول موجودين حاليا راح اختار invite وبعد راح انتظر شوية بعد طبعا راح يطلع للطلاب ننتظر شوية اللي عنده انترنت راح يكون موجود لدينا طبعا حيطلع لي فوق اساميهم بس ننتظر شوية طبعا هذا الزر انه اللي هو انتر فول سكرين هلا محمود هلا محمود 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 انا اغير طريقة العرض حاليا طريقة العرض سيكون قدامنا انه الطالب لما يحكي راح يطلع صورته بالمنتصف انا ممكن اغيرها طريقة الستوديو في غالري بيو في طلع مثل انه لدينا موبايل سيكون ستوديو ويطلع صور بعدها انا اشارك الشاشة اريد الطالب يشوف الشاشة اللي عندي خيار شير سكرين مشاركة الشاشة انا ممكن افعل كتب الصوت للطلاب حتى لا اسمع صوتهم حتى اشرح بحث سوف اختار شير سكرين ويطلع هذه الاختيارات اول شي عندي whiteboard اللي هو ديسكتوب اللي هي شاشة الرئيسية اللي حاليا فاتحها وعندي whiteboard اللي هي ممكن تكون ادوات استخدمها للكتابة فعندي اول ادات اللي هي text اختارها واختار كتابة عندي draw اللي فيها مجموعة من الرسومات اللي ممكن اختارها عندي stamp اللي هي ممكن اختار مجموعة من الاشياء وعندي spotlight اللي هو ممكن مثل نكون اقلام التلوين اللي عدني اياها ممكن استخدمها فممكن احدد اي شيء واحدد التلوين طبعا هذا ما رح ستفاد بنوه كثير اليرايز اللي هو المسح يعني امسح كل شيء مكتوب هنا فاجي على كل شكل موجود عندي هنا امسحه بهذا الشكل سيهم وعندي اللي هو الفورمات اللي هي الالوان ونوع الخط وحجم الخط نوع الخط ما ممكن اغيره لكن ممكن اختار bold ممكن اختار المائل وغيرها من الامور طبعا الان دول هي تراجع redo اللي هو يعادة فعل clear اللي هو مسح كل شيء فاختار clear all drawings وممكن اختار save انو احفظ الشاشة لكن انا حاليا ما اريد هذي حاليا رح سوي stop sharing وارجع على share من جديد انا اريد انو افتح برنامج الadobe acrobat فراح اروح على adobe acrobat اللي هو فاتحه انا هنا واختار share فالحالة الشاشة اللي انا فاتحها رح تطلع عندي والطلاب رح يشوفون شون الشغلات اللي انا كم فتحتها فمثلا اختار هنا واقول لهم مثلا اختار page 70 فاختار 71 هنا فاجي يقول لهم page 70 from the pupils book مثلا او the activity book فهم رح يفتحون يادهم ورح يطلع عنهم كل شيء انا كنعرضو به المكان طبعا لما يكون عندك اكثر من ثلاث متصرين او ثلاث متصرين من نفس الواقص هنا رح يكون عندنا مدة البث 40 دقيقة بس فلما تصل اخر 10 دقائق من البث رح يقول لك يقول لك انه انتهى البث او رح ينتهي البث بعد 10 دقائق فانتبه فبعد 10 دقائق رح ينتهي البث لما ينتهي البث انا رح اختار خروج من البرنامج او البرنامج من حاله رح يخرج فانتبه تلاميذ انه بعد 10 دقائق رح ينتهي البث او انه بعد دقيقة انه بعد مثلا كم دقيقة رح ينتهي البث فانا يقول لهم رح الغي الاتصال وارجع اتصل من جديد فلما الغي الاتصال وارجع اتصل من جديد رح يكون عندي 40 دقيقة اخرى وهكذا الان نكمل طبعا بالفيديو هذا الجاية ممكن يكون طريقة عمل اختبارات اونلاين وكيف ممكن التلاميذ يجاوبون عليها حاليا رح انهي التسجيل تسجيل الفيديو وعدها رح ارجع للتلاميذ